اشتركوا في القناة واشر الوزير بالمشاركة الطلابية الفاعلة في مختلف انشطة وورش البرنامج الذي حمل شعار صيف ابداع وابتكار وشمل المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية والكشفية والارشادية وغيرها مثنيا على جهود القائمين على البرنامج من المختصين بقطاع الخدمات التربوية والانشطة الطلابية واكد الوزير ان الوزارة حرصت على مواصلة تنفيذ هذا البرنامج الصيفي السنوي رغم الظروف الصحية الراهنة وذلك بالاستفادة من المنظومة الالكترونية بما يعين الطلبة على استثمار العطلة الصيفية بصورة ايجابية ومفيدة وممتعة في آن واحد بالشكل الذي يراعي ميولهم ورغباتهم وينمي مواهبهم وابداعاتهم واشتمل البرنامج الصيفي على تقديم روابط الالكترونية للانشطة والورش في مختلف المجالات التي تحفز الطلبة على انتاج اعمال ابداعية وابتكارية متنوعة كالكتابة الابداعية وفن القيادة ومهارات الالعاب الرياضية وأعمال الرياضة الكشفية وسرد القصص الشيقة ومسرحيات العرائس والأعمال اليدوية وسفراء الكلمة لتعليم لغة الإشارة وبرنامج العلوم والبيئة للتشجيع على الابتكار والبحث العلمي وبرنامج الرسم البيئي والتصوير الفوتوغرافي ولعبة الشطرنج هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها وزارة التربية والتعليم برنامجا صيفيا عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا حرصا من الوزارة على مواصلة تنفيذ هذا البرنامج بما يعين الطلبة على استثمار العطلة الصيفية بشكل مفيد وممتع اليوم جدا سعيدة باني عريفة حفل ختام لبرنامج الاثراء الصيفي لعام 2020 وكذلك أتشرف باني قمت بلقاء أمام ساعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وأيضا أنا جدا مستمتعة بتواجدي في مركز رعاية الطلبة الموهوبين ومشاهدة أخواني وخواتي الطلبة بإنجازاتهم وتجاربهم أنا المشروعي هو القرص في مجموعة من تمارين رياضية أنا استفت منها يعني هو ساعدني في البيت ساعد عالته يعني كلنا يعني السنسنا فيه يعني لعبة يعني حلوة وغير البرنامج الذي استمر على مدى شهر كامل شهد مشاركة مئات الطلاب واليوم مع ختام البرنامج الصيفي قدم نحو 1676 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة مشروعاتهم وإنتاجاتهم خلال فترة البرنامج الصيفي مشروعي هو عبارة عن صندوق طاقة متنقل لأوقات الطوارئ لفترة انقطاع الكهرباء أو للرحلات أو للسفر يعتمد مشروعي على الطاقة الشمسية وعملت مصدر شحن ثاني هو الكهرباء المنزلية عملت الكثير من الخدمات في المشروع منافذ USB ومنافذ الولاعة مقابس منافذ للمشابك الكهربائية عند تعطى البطارية السيارة لا سمح الله والعديد من الخدمات داد مشروع بعنوان إنتاج الطاقة من جذور النباتات وبذلك قمنا بتصميم جهاز يتبع منهجية استيميل ناحية الفنية والهندسية المحتوى الإلكتروني الذي قدمه البرنامج الصيفي عن بعد جاء متكاملا حيث راعى المراحل العمرية والمهارات والميول فتناول جوانب الإبداع في الكتابة والرسم ومسرح الدمى وقضايا القيادة والمهارات الاجتماعية بالإضافة إلى العلوم والرياضة ما يميز برنامج إدارة المكتبات العامة هذه السنة أنه كان فيه برنامج اسم سفراء الكلمة يستهدف تعليم الطلبة لغة الإشارة ليساعدهم على التفاهم مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة شاركت برنامج سفراء الكلمة الذي يعلم لغة الإشارة لكي يستطيع التحدث مع زميل الأصم في الصف أو في الشارع استفت أن صرت أقدر تتكلم مع أي واحد أصم في الشارع وفي الصف ساهم في إعداد محتوى البرنامج الصيفي مختصون من إدارات الخدمات الطلابية والمكتبات العامة والتربية الرياضية والكشفية والمرشدات إضافة إلى مركز رعاية الطلبة الموهوبين